في انطلاقات مستمرة لمنافسات وتحديات سن اللقاية مع استمرارية أشواط هذه الفترة الصباحية مع انطلاقات منافسات الأشواط العامة في هذه الشعارات التي تحضر معنا بحضورها المميز والمشرف على أرضية هذا الميدان هذا الشوت يضم أكثر من 62 اسم حاضر مشارك متواجد منطلق نتابحها على أرضية هذا الميدان بحضور هذه الشعارات التي تبعثرت على أرضية هذا الميدان بحضورها وانطلاقاتها الجميلة فمرحبا بجميع الحضور للضيوف وكذلك لأبناء هذا الميدان الذين يقدمون ما لديهم من جديد من تحديات ومنافسات مستمرة على واقع وحاضر هذه المنافسات لنبدأ معكم وبالنداء مع الأسماء الخمسة الأولى لنتابع على مسيرة البداية وانطلاقة المقدمة الهدى لحمد بن عبدالله بن راشد الزعبي من يقدم لنا الهدى لكن ينخطف المركز الأول من قبل الشحانية لمحمد بن مبارك بن مصفر الشهواني من بدل الأمور شعاره ليكون حاضرا بانطلاقة البداية المركز الثاني الهدى على المركز الثاني لحمد بن عبدالله الزعبي المركز الثالث الوصول من قبل الضبي لسعد بن علي بن سلامة الهاجر من يقدم لنا شعاره بالتحدي مع المركز الثالث المركز الرابع سيوف لمحمد بن صالح بن مانعا مع المركز الثالث مع ثالث التحديات مع المركز الرابع بدأ يحضر شعار بن مانعا ليتقدم بهذا الحضور المركز الخامس نتابع مشاهدنا الكرام على خامس التحديات والانطلاقات هذا القدوم الوصول من قبل هذه الشعارات التي حضرت بالمنافسة بالتحديات الكبيرة ليكون التواجد والوصول من موارد المبارك بن سالم بن جرالله بن سالمين المري مع المركز الخامس هذه الاسماء الحاضرة الخمسة الأولى المطلقة والمتواجدة في مسيرة شوطن المندفى والحاضر بالتحدي الكبير لنعود بحضراتكم الى الشحانية الحاضرة على ارضية ميدان الشحانية بانطلاقتها الكبيرة بشعار محمد بن مبارك بن مصفر الشهواني بالبداية والصدارة المركز الثاني الحد على المركز الثاني تحضر بشعار السعبي حمد بن عبدالله الزعبي على المركز الثاني المركز الثالث نتابع مشاهدنا الكرام شعار محمد بن صالح بن مانعا من يقدم لنا شعار مع سيوف الحاضرة والمتواجدة المركز الرابع أتابع على المركز الرابع القدوم مشاهدين الكرام من قبل موارد المبارك بن سالمين المري والمركز الخامس الحضور مشاهدين الكرام من قبل شعار بن سلامة مع الضبي سعد بن علي بن حمد بن سلامة يحضر شعاره مع المركز الخامس والأسماء الخمسة الأولى بدأت تنعزل عن مجريات هذا الشوط لتحضر معنا بالمقدمة بالصدارة بالمنافسة بالتحديات الكبيرة بانعزال تام عن مجريات هذا الشوط لنتابع خلف الخمس سيل مندفع أسماء كبيرة حاضرة نتابعها نتابعها الكادر الأسفل في لقطة جميلة عبر شاشة غراة الريان الفضائية شكرا مخرجي هذا السباق بن خزينة وبو شارف من يرصدون دائما اللغطات الجميلة والمثيرة ليستمتعوا متابعي هذه الرياضة وهذه الأصالة لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول لنتابع شعار الزعبي من يقدم لنا مسيرة البداية مع انطلاقة الحد الحد من انحدث بالاندفاع الأول لتكون حاضرة بشعار الزعبي المركز الثاني التقدم مشاهدين الكرام من موارد على المركز الثاني مبارك بن سالم بن جر الله بن سالمين المري يقدم لنا شعاره المركز الثالث الحضور مشاهدين الكرام من سيوف على ثالث التحديات الحاضر شعار محمد بن صالح بن مانعه على المركز الثالث المركز الرابع وتابع الضبيل سعد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري والمركز الخامس وتابع الوصول لأول ندة هوايل علي بن راشب محمد بن انديلي يتقدم شعاره بهذه اللحظات مع المركز الخامس لهوى الندة وكذلك اسماء حاضرة بالتحديات الكبيرة تابع الاسماء التي بدأت تتقدم بهذه اللحظات بهذه الانطلاقات المثيرة اول القادمات اول الواصلات شبه لمحمد بن ناصر بن سعيد العيدة مع المركز الخامس بهذه المسيرة لكن اعود الى المركز الاول الى الحد على المركز الاول الحد وموارد موارد والحد الله شعار الزعبي مسيطر على المركز الاول حمد بن عبدالله الزعبي ما زالت الامور تحت السيطرة حتى هذه اللحظات الزعبي لكن المركز الثاني وتابع موارد موارد مبارك بسالب بن جار الله بن سالمين المركز الثالث نتابع الشحانية محمد ذا هونالك الغدوم من قبل موارد التي بدأت تتسلل مبارك بسالب بن جار الله بن سالمين إلى المركز الثالث المركز الثالث نتابع الوصول من قبل هوايل علي بن راشد بن ديلة المركز الرابع شعار بن جبران سالب بن جار بن جبران يصل بهذه اللحظات مع تحديات شعاره ومع قدوم العوسجية لجابر بن سال بن جبران المركز الخامس القاتم بهذه المسيرة بالتحديات الشباة محمد بن ناصر بن ناس عيد العيدة مع المركز الثالث لكن العودة إلى الصدارة إلى المقدمة إلى الانطلاق هوايل 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 انطلقت من ناموس حتى هذه اللحظات بالمركز الأول لكن شعار العيدة الله هوايل ذهبت بالناموس علي بن راشل بن ديلة مع المركز الأول بن جبران قاتم بن جبران قاتم اللحظات الحاسمة هوايل تحقق المركز الأول تهانينا والناموس لعلي بن راشل بن ديلة على هذا الفوز المستحق المركز الثاني ووصلت مشاهديها الكرام العوسجية لجابر بن سال بن جبران المركز الثالث الثالثة وصلت مشاهديها الكرام الغطبي كان الرسول من قبل مشاهدين الكرام شبال محمد بن ناصر بن سعيد العيدة المركز اللابع وصلت الهدى لحمد بن عبدالله الزعب المركز الخامس كان الرسول مشاهدين الكرام من قبل موارد مبارك بن سالة بن جنة سالمين تهنين والناموس لجميع الفائزين نذهب بحضراتكم إلى التوقيت الزمني وإلى لحظة الرسول إلى خط النهاية إذن مشاهدين الكرام متابعين العزاء توقيت هوايل 7 دقائق 46 24 جزمة الثانية التهنين والناموس لمالك هوايل علي بن راشد بن محمد بن محسن بن ديل المركز الثاني كان الوصول من قبل عسجية توقيتها الزمني 7 دقائق 46 68 جزمة الثانية التهنين والناموس لجابر بن سالم بن جبران المركز الثالث 7 دقائق 47 40 جزمة الثانية التهاني والناموس نزفوال العيدة من قدم لنشعاره وحضره على المركز الثالث في هذه الانطلاقة مالك شبه محمد بن ناصر بن سعيد العيدة إذن شوط جديد ينطلق وزمي سلطان السعيد يتواصل معلقة على منافسات شوطنا ترجمة نانسي قنقر